السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الفيديو ده هنرجع مع بعض رسائل الواتساب المحزوفة يعني لو فيه رسائل معك محزوفة من فترة طويلة أو قوي هنقولك ازاي تقدر ترجعها وبخطوات بسيطة جدا انا فيه فيديو فات شرحته قلتلك برضو ازاي ترجع فيه رسائل الواتساب هتلاقيه موجود في التعليقات علشان لو الشرح ده منفعش معاك ممكن ينفع معاك الطريقة التانية اللي انا شرحها في الفيديو اللي الرابط هتلاقيه موجود في التعليقات طيب تعالوا بنا كنا نشوف مع بعض هنا انا عندي اربع ملفات والاربع اهم من بعض اربع تطبيقات معايا اللي اربع هم اهم من بعض واحد اثنين ترى اربع منه عندك هنا ادارة الملفات وعندك الواتساب ودكتور فون وعندك هنا درايف خلينا متفقين ان احنا لو جنا نفتح الواتساب المهم يكون عندك في تحت هنا في الاعدادات هتروح عندك على الدردشات ومن هنا بتروح عندك على حاجة اسمها النسخة الاحتياطي وتتأكد ان في حساب جوجل كان محطوط عندك في حساب الجميل طيب ونفترض مثلا ان الجميل عندك او التليفون عندك مفيش فيه اي حساب جوجل ومفيش فيه اي نسخة احتياطي انت مش طعب ترجع الرسائل واتساب من الاخر كده وترفي الفيديو خالص لكن لو الواتساب بتاعك كان مربوط بحساب الجميل اقولك فيه فرصة انك تقدر ترجع رسائل الواتساب بتاعتك كل عليك بس فيه طرقتين تقدر تعملهم الطريقة الاولى وانك تمسح الواتساب خالص تعمله ازالة وتنزل الواتساب بس بعد ما تحط حساب الجميل عندك على التليفون والطريقة التانية انك تكون منزل طبيق اسمه دكتور فون يعني لو جيت اخش على الطبيق كده الطبيق ده بيقدر يسترجع لي ملفات الواتساب لو جيت ترجع خطوة كده وراء وخطوتين كده وتقول له هنا حاجة اسمها الاسترداد بيبدأ يظهر لك الملفات اللي هيك هيتمحزوفها عندك سوى بقى كان ملفات صور او مقاطع فيديو او ملفات اللي هي باي صيغة امت عاوزها دي كده استرجع لي ملفات الواتساب الملفات دي كان بصيغة OPUS والملفات دي عبارة عن مسجلات صوتية او ريكورد بتاعت الواتساب يعني طبيق عشر العشر هيقدر يساعدك انك ترجع اصلا محادثات الواتساب كلها طيب هي محادثات الواتساب دي بتكون فين الاول بتكون في حاجتين عندك في الدرايف وعندك فيه من ادارة الملفات هنا يعني لو جيت تروح عند ادارة الملفات وبعد كده بتنزل على حاجة اسمها واتساب هنا هتلقى الضغطة واحدة وتروح عند حاجة اسمها الاتابيس او البيك ابز الاتابيس هنا اللي فيها كل الملفات واللي هي بصيغة CRYBT14 الصيغة دي اللي فيها كل الداتا بتاع الواتساب عندك سواء كانت صور ريكوردات محادثات اي حاجة هتلاقيها موجودة فيه الملف ده لكن لو رجعنا كده خطوة وروحنا عند البيك ابز هتلاقي كل ملفات البيك ابز منها الستيكرز ومنها اللي هي لو كان في عندك واتساب اعمال او الواتساب بيزنس فيه اشيات عندك في الاعدادات بتاعت الواتساب نفسه طيب هترجع كده ورا خطوطين هتروح عندك على كلمة drive هنا او drive هنا تبحث عن التطبيق ده والتطبيق ده هو احسن تطبيق بيخزن ملفات الواتساب بس بشرط يكون الواتساب كان معمول بحساب جوجل يكون حساب جوجل مربوط بنفس الحساب اللي موجود على drive طيب بضعت على الثلاث نقط دول وبعد كده بقول له هنا لنسخ احتياطي والنسخ اللي احتياطي وهتجي ببص كده هيقول لك هنا الواتساب هنا اخر نسخة احتياطية كانت بتاريخ كذا واخر نسخة احتياطية كانت بتاريخ كذا انا تقريبا اعمل نسخة احتياطية كل اسبوع الواتساب بقدر يعملي نسخة احتياطي طيب دلوقتي المفروض علي ان انا عامل ايه انا مخيمتش حاجة انت بس كل اللي عليك انك بتضيف حساب جوجل عندك على drive وبعد كده بتمسح الواتساب خالص وبتنزله تاني وهتلاقي كل محاساتك رجعك من جديد يعني لو جيت انا اعمل معاك بكده ومتالنا رايح بمسح الواتساب عندي على طول الواتساب هيتمسح عادي جداً ولما يجي انزله من جديد هتلاقي الواتساب بدأ يعمل استرجاع للرسائل المحزوفة عندي على الواتساب طيب لو انت جربت الطريقة دي مفيش اي من دي نفعت هتلاقي رابط الطريقة التانية موجودة في التعليقات او الوصف اضغط عليها وتفرج على الفيديو الاولاني لان نجحب مع ناس كتير او الطرق دي وفي ناس كلمتني ازاي يعمل استرجاع للرسائل الواتساب على واتساب جلد او الواتساب الزهبي في الحقيقة الواتساب الزهد بدا انا مش بدعمه خالص لان مفيش فيه اي نسخ احتياطي لكن فيه طريقة واحدة بس اقول لان انا هشرحها ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة ولو احتجت اي حاجة تقدر تتواصل معي في الكومنت وانا هرد عليك ان شاء الله واشوفكم في حلقة جديدة ومع السلامة اشتركوا في القناة